اهلا بكم الى العالمي هذا المساء انا عشق انديل هذه هي العنوين انطلاق وعمليات التصويت في الانتخابات البلدية والتشريعية البحرينية خلال ساعات وسط استقطاب سياسي حاد ومقاطعة جمعيات سياسية معارضة هو عرص وطني عرص انتخابي واجب علينا كمواطنيين كبحرينيين ان نشارك باكبر عدد ممكن للتصويت اي ضمانات تقدم السلطات لكفالة سلامة اجراءات الاقتراع ونزهة نتائج التصويت في هذه الانتخابات وما حقيقة الاسباب التي تبرر بها المعارضة مقاطعتها السلطات الاردنية تعتقل نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين على خلفية انتقاده ادراج الامارات العربية المتحدة جماعة الاخوان والمنظمات التابعة لها على لائحة المنظمات الارهابية من الاستفزاز بلغت الذروة عندما خالف السيد زكي بن رشيد وقد خالف القانون في السابق قانون المطبوعات والنشر الذي يحضر الاساءة للغير بأي شكل من الاشكال هذا مقصود الحقيقة والرسالات السياسية تريد من الحركة الاسلامية ان توقف نشاطها ولكن اود ان اقول ان هذه الاعتقالات لن تثني الحركة الاسلامية كيف يمكن تفسير الاجراء الاردني وهل تتخلى عمان عن ضمان حريات التعبير مقابل الحفاظ على مصالحها الامنية والاقتصادية اوباما يخشف عن خطة لتسوية اوضاع المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد يرجح ان يستفيد منها اكثر من خمسة ملايين مهاجر وفق معايير شروط محددة اذا كنت تعيش في الولايات المتحدة منذ اكثر من خمس سنوات او اذا كان اولادك مقيمون هنا او يحملون جنسية امريكية يمكنك ان تتسجل وتخضع لفحص جنائي وان تدفع ضرائب ثم تطلب الاقامة المؤقتة هنا من دون الخوف من تغييرك ما مستقبل بقية المهاجرين غير القانونيين الاخرين الذين لا تنطبق عليهم شروط خطة اوباما اهلا بكم يتوجه الناخبون في مملكة البحرين الى مراكز الاقتراع صباح السبت للادلاء باصواتهم في الانتخابات البلدية والتشريعية التي تجرى للمرة الاولى عقب موجة الاحتجاجات التي عطفت بالبلاد في عام 2011 هذه الانتخابات تأتي وسط مقاطعة جمعيات الوفاق الشيعية كبرى التي ترى ان هذه الانتخابات لا تتوافر على اي ضمنات لنزاهتها وفي غياب اي صلاحيات واضحة للبرلمان المنتخب تسمح له بمساءلة الحكومة المنامة اعلنت انها لا تزال مستعدة للحوار مع احزاب المعارضة الشيعية على الرغم من رفضها المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية المزمع اجراءها يوم السبت ليلة نتساءل اي ضمنات تقدمها السلطات لكفالة سلامة اجراءات الاقتراع ونزاهة نتائج التصويت في هذه الانتخابات وما حقيقة الاسباب التي تبعث بها المعارضة تقول الحكومة البحرينية ان الانتخابات النيابية والبلدية ستكون بمثابة مرحلة جديدة في الحياة السياسية في البحرين حتى الان تعيش البلاد ازمة سياسية جراء انسحاب المعارضة الممثلة في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية من البرلمان بسبب تعامل السلطات الامنية في فضي اعتصام دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة عام 2011 كانت جمعية الوفاق تشغل انذاك قرابة نصف المقاعد في البرلمان بقرابة البرلمان البرلمانية من اي تمثيل للمعارضة عدد من الجمعيات السياسية المعارضة كانت قد اعلنت مقاطعتها للاستحقاق الاخير منذ بداية الحملة الانتخابية جمعية الوفاق المعارضة المعتدلة كانت ترغب في المشاركة في الانتخابات ولكنها كانت تسعى اولا للحصول على تنازلات سياسية من الحكومة لارضاء ناخبها ولكنها حصلت فقط على وعود بمناقشة الاصلاحات بعد الانتخابات المعارضة لم تقتنع بسبب عدم ثقة الناخبية في اسرة المالكة تحتاج المعارضة اساسا على ما تعتبره تمييز الحكومة والمقربين منها ضد الغالبية الشعية في البلاد كما تشير الى حالات تجنيس سياسي لتغيير التركيبة الطائفية لصالح السنة نعم هناك تخوف كبير أن يكون هناك لجوء إلى عنف والآن حقيقة القوى السياسية تحت ضغط من الشعب بأنه إلى متى نصبر على هذا النظام في تعنته وفي انتهاكاته لم تشهد البحرين مؤخرا موجات احتجاج بنفس حجم اعتصامات دوار اللؤلؤة عام 2011 ولكن الجيل الذي عاصر هذه الاحتجاجات لا يزال في انتظار إصلاح سياسي على نطاق أوسع يتخطى البعد الطائفي في ظل الموارد المحدودة التي لدينا في البلد وفي ظل التغييرات الاقليمية التي تجري حاليا أتمنى أن نتجاوز ذلك ويكون لدينا دولة تقوم على أساس مواطنة لا أن تكون قائمة على أساس القبيلة وعلى أساس الطائفة من الصعب أن تحدث هذه التغييرات بين ليلة وضحاها فدول الخليج تعيش حالة استقطاب سياسي وطائفي يجعل أي تغيير سياسي جذري في أي من بلادها يحدث تداعيات على المنطقة بأسرها تسعى الحكومة البحرينية إلى إبراز هذه الانتخابات على أنها إنجاز في مشروعها الإصلاحي أما المعارضة فتراها تكريس لنظام سياسي أدى إلى تعميق الانقسامات في البلاد ما لم تتوفر إرادة سياسية لفتح حوار وطني مستمر فسوف يؤدي ذلك إلى توسيع الهوى بين الحكومة والطائرات المعارضة في البحرين ريدا الماوي بي بي سي البداية هي الاستطلاع المشهد الذي ينتظر هذه الانتخابات مع زميلة مونة با منضمة إلينا من المنامة موفدة بي بي سي إلى هناك مونة أهلا وسهلا خلينا أولا نتحدث عن الخلفية التي تجرى عليها هذه الانتخابات يا مونة لو سمحتك كيف يبدو المشهد لديك؟ رشا تكمن أهمية هذه الانتخابات في كونها الأولى التي تنظم بعد عام 2011 وهو العام الذي شهدت فيه البحرين مجموعة من الاضطرابات السياسية وهي أيضا السنة التي أعلنت فيها البحرين إجراء مجموعة من الإصلاحات السياسية حقيقة الوضع هنا في مدينة المنامة يبدو هادئا تجولت اليوم في شوارع المدينة لم يكن هناك أي شكل من أشكال الحملات الدعائية والانتخابية والسبب هو ما يدعى بالصمت لأن جميع المرشحين ملتزمون بالتوقف عن الحملات الانتخابية لمدة يومين قبل يوم الانتخابات وهو يوم السبت ولكن في أحياء أخرى من المدينة كانت هناك مدينة ومظاهرات محدودة جدا وهي في الغالب في مناطق شعية هذه المظاهرات كانت تدعو لمقاطعة الانتخابات وكان هناك تواجد أمني ولكنه لم يكن مكثفا جدا وكان بإمكاننا التجول في المدينة بكامل حرية شاهدنا أيضا خلال جولاتنا مجموعة من الصور للمرشحين التي ظلت معلقة في الشوارع وكان هذا ربما هو الأشارة الوحيدة لوجود انتخابات ستنظم في البحرين هنا يوم هل من الناخبين ربما لنسب التصويت هل هناك إقبال من حديثك مع المواطنين البحرينيين على الإقبال على هذه الانتخابات يوم غد ولا لا هناك بعض المواطنين الذين يقولون أنهم سوف يقومون بالتصويت ولأنهم متحمسون لهذه الانتخابات وهناك أيضا مواطنون تحدثنا إليهم وقالوا أنهم غير مهتمون بهذه الانتخابات ليس بالضرورة لأنهم يتفقون مع ما تقوله المعارضة ولكن لأنهم يقولون أن بعض النواب لا يخدمون إلا مصالحهم الخاصة هناك من الأشخاص الذين تحدثنا إليهم وقالوا أنهم يتفقون مع المعارضة يبدو أن هناك اختلافا كبيرا في الأراء وغدا ربما سوف نعرف من خلال نسبة الإقبال على هذه الانتخابات إن كان الناس فعلا متحمسون وسوف نرى إن كانت الإصلاحات السياسية التي أعلنت عنها الحكومة عام 2011 قد غيرت ربما من وجهة نظر الناس فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية والبلدية شكرا جزيلا لزميلة مونة با موفدت بي بي سي إلى المنامة شكرا جزيلا لك مونة نفتح النقاش الآن أيضا من المنامة ينضم علينا السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني أهلا وسهلا بك وهنا في الستوديو السيد خليل المرزوقي النائب الأول المستقيل من البرلمان البحريني أهلا وسهلا بك سيد خليل بداية هي من المنامة في الواقع سيد جمال فخرو هذه الانتخابات تأتي وسط حالة من الاستقطاب إذا ما صح التعبير البعض يرى أيضا حالة من الانقسام وقف لعمل جماعة أو جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر قبل أسابيع من عقد هذه الانتخابات هل هذا المناخ ملائم لعقد هذه الانتخابات؟ طبعا أولا نحن نتكلم عن استحقاق انتخابي تمر اتفاق عليه داخل البحرين بأن لا يجب أن تستمر الانتخابات وتأخذ مجراها الطبيعي بغض النظر عن موقف بعض جمعية المعارضة السياسية ثانيا الأخت مونة كانت واضحة في تحليلها في تقديمها ونشكرها في الحقيقة على نقل صورة واضحة عن أجوال انتخابية في البحرين هناك من يقول بأن سوف تكون هناك مقاطعة كبيرة أنا لا أعتقد بأن هناك موضوع المقاطعة بس بسبب أن جمعية الوفاق سوف تقاطع ولكن هناك بعض الأشخاص لا يزالوا غير مقتنعين بالعملية السياسية في البحرين فبكرة إذا لم يحضر عدل كبير من المواطنين للمشاركة لا نحسبه بأنه موقف مساند لنداء المقاطعة الذي ننت فيه الوفاق وبعض رجال الدين في البحرين المهم في الحقيقة بأن نحن نقوم بالانتخابات الآن في جو ديمقراطي هذا سمحنا فيه في الحقيقة للجميع بالمشاركة وندعو الجميع للمشاركة طبعا هناك أيضا تيار آخر يدعو إلى المقاطعة أنا أتوقع في الحقيقة حضور بحقول بكرة في الانتخابات ليس هناك نصاب قانون الانتخابات من يحضر يشارك ينتخب ويقرر بصير هذا الشعب لمدة ثمانة سنوات قادمة أنا ستوقف عند نقطة النصاب هذه سيد فخر لأنها نقطة مهمة أعود بها إذا سمحت لي لضيفي هنا سيد خليل صحيح أنه ليس هناك نصاب ينبغي عنده أن يكتمل لكي تصح هذه الانتخابات وبالتالي في البحرين يعني مقاطعة الكتلة وربما كتل أخرى معارضة لهذه الانتخابات يعني نوجة نظر البعض أنها تنازلت هي عن حقها في لعب بوري سياسي في الإطار القانوني كيف تعلق؟ يعني فيه ثلاث عبارات يمكن أستفيد منها من كلام الأستاذ جمال وأحيي أبو فراس بساك الله بالخير أن هناك انقسام في المجتمع البحريني أن هناك عزوف بغض النظر عن المقاطعة وأن هناك عدم قناعة من العملية السياسية في البحرين جوهر المشكلة في البحرين هو عدم القناعة بهيكلية هذا النظام السياسي بأنه ممكن أن يحمي أستاذ جمال قد يجد في ذلك تأويل لما يقوله ولم يقوله على أي حال سنعود إليه للتعقيد أنا استفت من الثلاث كلمات وأن هناك حتى فيما يعرف بشارع الموالاة غير مقتنع بأداء النواب ولا بصلاحيات المعطاء للنواب يعني جزء كبير من تمثيل الناس في العملية السياسية هو عبر طريق البرلمان عبر الانتخابات وعبر المجلس الذي يمثلهم إذا المجتمع لا يشعر سواء كان يوالي الحكومة أو يختلف مع الحكومة أن هذا المجلس قادر على تحقيق إنجازات له فكيف سيقبل على هذه الانتخابات بس أعود إلى النقطة الجوهرية في الخلاف السياس الذي دعا إلى المقاطعة بهذه الكيفية هو أن هذا النظام لو لم نجربه نحن المنظومة السياسية الموجودة لو لم نجربه وأنا كنت نائب أول ولماذا أستقيل وكنت رئيس اللجنة التشريعية ولماذا أستقيل لأنني لم أستطع أن أحقق أنا وزملائي الذين حصلنا على 64% من أصوات الناخبين ولم يعطى لنا إلا 45% من مقاعد البرلمان أي ليس لدينا قدرة تعطيل والسادة في الشورى والنواب هم الذين أسقطوا قانون يجرم التمييز والسادة في الشورى والنواب هم الذين ونحن موجودون هم الذين عطلوا التعديلات الدستورية البسيطة التي كنا نحاول أن نقنع بها شارعنا أن التغيير من الداخل ممكن فعندما حدث ما يعرف بالربيع العربي وخرجت الناس وجاءت تضحيات لم يعد هناك إمكانية أن نقنع الناس فضلا أن نقنع أنفسنا أن ندخل في نفس المصيدة أن شروط اللعبة معروفة دخولنا إلى البرلمان هو إقرار بهذه الشروط عدم قدرتنا على الإنجاز هو معناته بأننا قبلنا بهذا ويقال نفس الكلام في 2018 من غير تعديلات أي ننسف إمكانية أن يحدث هناك تعديلات نحن الآن عند هذه النقطة اليوم وفي هذه الانتخابات التي ستلتأم غدا سيد جمال فخر الفكرة هي أن كثير من الأطراف المعارضة للعملية برماتها ترى أن النظر إلى العملية الديمقراطية في البحرين ينظر إلى هذه الانتخابات على أنها غاية وليست وسيلة هناك كانت مقترحات بتعديلات دستورية هناك مشكلات تنظيمية دفعت بها الوفاق وكتل أخرى ربما من المقاطع لهذه الانتخابات من بينها عدد من المشكلات تتعلق بالنظام الانتخابي توزيع الدوائر الصلاحيات الممنوحة لهذا البرلمان وبالتالي قبل مناقشة هذه الأمور أي انتخابات ستجرى من وجهة نظرهم هي انتخابات سورية لا ينبغي إدفاء الشرعية عليها كيف تعلقون حضرتك على هذا الطرح طبعا هذا يعني كلام أول شيء يعني غير صحيح ومردود عليه الأخوان في الوفاق والجمعات المعارضة شاركت في انتخابات 2006 وشاركت في انتخابات 2010 وحققت في الحقيقة أو كان لها دور رئيسي في تطوير الحركة السياسية والحركة الديمقراطية في البحرين وهم أيضا شكرون عليه مهم في الحقيقة أن نقول بأننا نحن في تجربة عمرها 12 عام غير معقول لجمعية سياسية مثل إقوان في الوفاق أو في الجمعات السياسية الأخرى بعد 12 عام ينقو عن المشاركة السياسية لا يمكن أن تتحقق الأمور في هذا الوقت القصير أنا أريد أن أقول بأن على الوفاق وغيرها ألا تنقى عن نفسها بالمشاركة في العمل السياسي إذا كانت هي جمعية سياسية عليها أن تشارك في العمل السياسي أو أن تحل نفسه وتذهب إلى مكان آخر لكن أن تدعي نهي جمعية سياسية وتقاطع اليوم وتقاطع بكرة وقاطعت في 2002 سيد جمال هذه لن تحل المشكلة نقطة لني أنا أسأل عنها هي أن هذه الكتلة التي حضرتك تتحدث عنها حصلت على الأغلبية البرلمانية في انتخابات 2009-2010 وهذه الكتلة دفعت بالعديد من الإصلاحات الدستورية هي ترى أنه تم تعطيلها إذن هي تم التضييق عليها وبالتالي ما الفائدة من الوجود في العملية السياسية إذا لم يكن هناك مناخ أو هامش تعمل من أجله للإصلاح المسألة من وجهة نظريها مسألة سورية هذا هو تكرار لسؤالي بسيغة أخرى كنت أتمنى من الأخ خليل صديقي العزيز خليل والنائب الأول السابق أن يقول الحقيقة التعديلات الدستورية التي قدموها لخوف النفاق هم من قام بسحبها وليس مجلس النواب اعترض عليها أو مجلس الشورى قدوا بتقدموا تعديلات وهم من قام بسحب هذه التعديلات عندما كانت سوف تنظر في مجلس النواب لم تصل هذه التعديلات في صورة اقتراح بقانون إلى مجلس النواب أو مجلس الشورى أسمح لي أن أعود بالتعليق إلى ذلك للأستاذ خليل إذا سمحت لي أستاذ خليل هذا هو فحوة الانتقاد الموجه والمكرر في الواقع للوفاق وإلى كتل المعارضة البحرانية التنازل عن الحقوق والقنوات الشرعية بعد ذلك لعب دور المعارضة أو لقوف في صف المعارضة من دون بيّنة نقطتين نقطة الأولى المحاضر المجلس النواب موجودة ومجلس الشورى موجود وتستطيعون أن ترجعون لو كان الوقت يسمح لدخبنا إلى موقع مجلس الشورى ورأينا أن هناك مشروع تعديل دستور أسقط والحكومة رفضت بما أن لا يمس نظام المجلسين وهذا أحد التعبيرات فأنا مع أبو فراث صديقي العزيز أيضا أقول صحح معلوماتك من موقع الشورى لديك النقطة الثانية احتك يعني اختزال العمل السياسي على أساس فقط أنه مشاركة في البرلمان والحكومة على أهميتهم وكأنما المساحة التي يعطيت من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مادة 21 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة 25 التي تنص على حق المشاركة في الشأن العام والشأن العام أوسع من إدارة الحكومة بما فيها العمل السياسي أين هي مساحة العمل السياسي الموجودة في البحرين على أساس أن نقول نحن خارج العمل السياسي في الجمعيات السياسية في الحراك المجتمعي وأيضا في البرلمان عندما كنا في البرلمان المشكلة سيد خليل هي أنه حينما يتم الانسحاب من العمل السياسي البديل هو اللجوء للشارع ولجوء للشارع في البحرين حتى كتلة الوفاق أصبحت فيه أكثر حرصا والدليل أنها حذرت مناصريها ومؤيديها من التورط في أي عمليات تخريبية وهذا يعني لا أحد لديه سيطرة كاملة على الشارع إذا تفاقمت الأمور وانفجرت انفجرت على الجميع طبيعي جدا لم تكن هناك حوارات بيننا وبين سمو وليلعات ولا وزير الديناء الديوان الملكي وزير ديوان الملكي ولا جلالة الملك من البرلمان لو كان زعيم الوفاق يحاول أن يتواصل مع القيادات السياسية يحاول أن يقنعهم أن مشاريع مثل تجريم التمييز مثل تعديلات الدستورية مثل إعادة رسم الدوائر بصورة عادلة مثل وقف التجنيز مثل وقف التمييز كل هذه المشاريع لم تقدم شيء الأستاذ جمال يريد أن يكون مخارج أو مخرجات العملية السياسية في البحرين هي تحسين طفيف لسبل المعيشة هذا غير واقعي بالنسبة للبحرين لأن هناك فساد هناك شحة في الموارد وهناك حاجات كبيرة مثل الإسكان والتعليم وما شابه وليس هناك محاسبة للحكومة حتى في أداءها وليس فقط في الفساد اكتشفنا 65 كيلومتر من أراضي الدولة حولت إلى أملاك خاصة الأستاذة في الشورى هم بعدا حصلنا على صوتين يمر القانون لضبط عملية توزيع الأراضي هم أسقطوا بعض المشاريع أناقش الأسلوب أناقش التاكتك الذي تستخدمه الوفاق والذي تستخدمه المعارضة المقاطعة سيد جمال فخر المعارضة ترى أن هذه هي الورقة التي نجحت يعني أن الطرق القانونية والشرعية تشريعية الدخول عبر القنوات المشروعة لم تجني أو تؤتي أكلها وبالتالي اللجوء إلى الضغط والمقاطعة واللجوء إلى الشارع هو ما أتى ثماره وفي الواقع الحكومة البحرانية وقعت أو وضعت واجها إلى واجه مع المجتمع الدولي في الكثير من أوجه النقد منذ خرجت التظاهرات أو ثورة البحرين وحتى هذه اللحظة وبالتالي الورقة ناجعة من وجهة نظر المعارضة سيدتي أنت لم تلاحظي بأن الأخ خليل قولني كلام لم أقله هذا المساء تفضل حضرتك أعلق عليه لديك الحق أدبيا أن تعلق على ذلك اتفضل لن أعلق عليه لأن خليل يعني الليل برتين قولني كلام لم تتناول الموضوع الاقتصالي نهائيا وأنت في البداية صححتي كلامه ولكن أريد أن أقول المشكلة في الحقيقة في الآن الأمير العام للوفاق وأنت ذكرت هذا كلام قبل قليل الأمير العام للوفاق بدأ يهدد باللجوء إلى الشارع لا يمكن لجمعية سياسية أن تمارس العمل السياسي أن يخرج أميرها العام ليهدد بأنه لا يضمن سلمية الحراك في جمعية الوفاق بعد الانتخابات هذا الكلام مرفوض وغير مقبول نحن لا نقبله في البحرين وأنا متأكد بأن الجناح المعتدل في الوفاق لا يقبل مثل هذا الكلام الكل يعرف بأن الوفاق مرت بخلاف سياسي كبير في الآمنة الأخيرة هناك تيار يريد أن يصل إلى حل ودي مع النظام وهناك تيار يرأسه الأمير العام لا يريد ذلك نحن كنا نتمنى في الحقيقة للتيار المعتدل أن يصل للتعديلات وصلنا في الحقيقة إلى مجموعة من التوافقات السياسية بين الفريق الذي يمثل سموه ولي العهد والوفاق لحل هذه المشكلة ولكن المشكلة في الحقيقة مع الوفاق بأنهم لا يقفوا عند حد معين بيان الاتحاد الأوروبي بعد ما توسطوا لحل المشكلة خرجوا ببيان يحملون الوفاق مسؤولية عدم مشاركتهم لأنهم في الحقيقة يذهبون كل يوم بمستوى أعلى من المطالب أنا أتمنى هذا الوفاق أن تكون أن تكون منطقية وعاقلة وواقعية وأن تعي المرحلة الخطرة التي تمر فيها المنطقة ككل والبحرين بشكل خاص وأن تشارك في العملية السياسية وأن لا تكون خارج هذا العمل السياسي سوف تفقد الوفاق شارعها حضرتك طرح نقطتان سيد جمال مهمتان أطرحهما على الأستاذ خليل بدوري النقطة الأولى هي سقف المطالب التدويل للتدويل أو رفع السقف للمزايدة ربما هذا انتقاد أيضا موجه في إطار هذه الانتخابات من الحكومة للمعارضة المقاطعة والنقطة الأخرى هي دفوع الحكومة في تعليق عمل الكتلة أو الجمعية هي قالت إنه كانت هناك بطلان لأربعة مؤتمرات عامة نتيجة عدم تحقق النصاب التزام العلانية والشفيفية في إجراءات العقادة الجمعية وبالتالي هي لديها دفوع قانونية لوقف عمل الجمعي بالتالي النقطتان هل مردود عليهما؟ النقطة الأولى أنا كنت أحد الأشخاص الأساسيين في الحوار وأخيرا معه حتى مع فريق سمو ولي العهد والكلام الذي يتفضل فيه ولن أرادد على ما أقول أنني أزيف كلام أنا ما أزيف كلام أن ما عرض علينا في الاجتماعات وثم جاءوا بورقة يقولون هذا ما اتفقنا عليه مختلف تماما عن النقاشات أيضا نحن لم نرفع السقف هل من المعقول أن يقول الأستاذ أو غيره أن الوفاق غير عقلانية عندما تطالب عدالة في الدوائر الانتخابية هل من المعقول أن نحن نرفع السقف عندما نقول للحكم قبل أن تصدر مرسوم الدوائر الجديد تعال تشاور معنا كفريق فني لنتفق على الأسلوب الأمثل لتمثيل الدوائر هل من المعقول نقول أن نريد صيغة غير المطروحة حاليا لقبول الحكومة أو رفضها أنه بعد ثلاث مرات من رفض الحكومة يحل البرلمان ولا يغير رئيس الوزراء كنا هذا الطرح الذي نطرحه هل هذا سقف عالي جدا بحيث أنه نحفظ للكيان التمثيلي أن يبقى إذا رفضت الحكومة أو أن نطالب بالعدالة إلى المجتمع هناك تهويل من قضية أننا لا نقبل ونهدد بالعنف سماحة الأمين العام قال لهذا التوضيح أن إذا نحن سنقول لجماهيرنا ونقول لكل البحرينيين أن اللاعنف هو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب يسأل هل تضمنون أن لا يكون هناك عنف يقول أنا لا أضمن فإذا واحد سؤل وأجاب أن لا أضمن يجرم بذلك أرجع إلى مسألة التحججات بقانونية انعقاد مؤتمرات الوفاق أو ما شابه هناك تفاصيل ولكن دعونا نخرج من التفاصيل التهديد جاء قبيل انتهاء التشاور معنا وكأنما أما تقبلون بما نطرح أو سنحل الجمعية ثم ذهبوا إلى المحكمة وقلنا إلى المحكمة نحن عرضنا أن نعيد المؤتمرات التي يقولون أنتم خالفتم القانون فيها ثم حكمت المحكمة مع أننا قدمنا لهم أن هذا موعد الانتخابات وبعد ذلك بساعات الوزير يقول أن الوفاق لن تحل ولأن قرار سياسي في نهاية المطاف هو تضييق على العمل السياسي هو إجبار الناس على أما القبول بهذه القواعد الحاكمة إلى العمل السياسي في البحرين من خلال البرلمان أو من خلال الحكومة أو أنتم خارج العملية السياسية علينا أن ننتقل إلى طرح أقلاني صحيح ولكن دعونا ونستطيع أن أقول أنا اليوم أعطونا ذواء عادلة ومساواة بين المواطنين أعطونا برلمان كامل للصلاحيات لا يصارد قراره الشورى أعطونا حكومة تمثل الناس ومحاسبة أمام البرلمان محاسبة فاعلة وأمن للجميع وعدالة وسلطة قضائية مستقلة هو على أي حال أنا كنت أناقش المشهد الذي يصاحب هذه الانتخابات أعتقد أننا حاولنا إحداث التوازن في هذا الحوار شكرا جزيلا لضيفي سيد خليل المرزوقي النائب الأول المستقيل من البرلمان البحريني منضمن هنا إلينا في الستوديو شكرا جزيلا ومن المنامة سيد جمال فخر النائب الأول رئيس مجلس الشورى البحريني شكرا جزيلا لكم الأعلم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه أيضا والأردن هو أرض الحشد والرباط السلطات الأردنية تعتقل نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين على خلفية انتقاده إدراج الإمارات العربية المتحدة جماعة الإخوان والمنظمات التابعة لها على لائحة المنظمات الإرهابية نبحث عن موراء هذا الإجراء ومبرراته أوباما يكشف عن خطة لتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد يرجح أن يستفيد منها أكثر من خمسة ملايين مهاجر وفق معايير الشروط المحددة هنا لندن سلسلة جديدة نصلت فيها الضوء على مؤسسات الدولة في بريطانيا من خلال أهم وأعرق المباني في لندن قصر ويستماستر المجلس الأرضات ينبع التاج ينبع جلالة الملكة يطلقون على هذا المكان مصرح دراما القضاء البريطاني بفليت ستريت ارتبط هذا الاسم بعلم الصحافة سامبول كاتيدرال فهنا كان زفاف القرن العشرين للأمير تشارلز وليدي دايانا في الأردن اعتقلت سلطات الأمن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بن أرشيد لانتقاده إدراج الإمارات العربية المتحدة جماعة الإخوان والمنظمات التابعة لها على لائحة المنظمات الإرهابية قالت مصادر إن بن أرشيد اعتقل عقب اجتماع عقد في ساعة متأخرة من الليل بمقر الجماعة في عمان ليسجل بذلك أول اعتقال لشخصية كبيرة بالمعارضة في الأردن منذ سنوات نقلت ذات المصادر عن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة قولة إن أمر باعتقال بن أرشيد بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة عربية شقيقة قد صدر كيف يمكن تفسير الإجراء الأردني وهل تتخلى عمان عن ضمان حريات التعبير مقابل الحفاظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية بعد يومين من تصريحاته التي انتقد فيها دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تصنيفها لجماعة الإخوان ضمن قائمة المنظمات التي توصف بالإرهابية ألقت السلطات الأردنية بناء على طلب مدعي أمن الدولة العسكري القبض على نائب المرشد العام للجماعة زكي بن رشيد عملية القبض تمت قرابة منتصف ليل الخميس عندما غادر بن رشيد اجتماعا لمجلس شورى الجماعة إذ لوحظ وبحسب شهود عيان وجود عدد كبير من رجال الأمن في المنطقة ليتم بعد ذلك اعتقاله واقتياده لسجن الجويدة شرق العاصمة عمان وبإشراف ضابط برتبة عميد الجماعة أكدت أن الاعتقال يأتي بهدف إضعاف الجماعة وتحديدا فيما يخص الملف الفلسطيني على حد قولها هذا الاعتقال مبيت وهدفه الحقيقة إضعاف الحركة الإسلامية وعند دورها في نصرة القضية الفلسطينية وتحديدا لمسجد الأقصى والأسرة وقضية الحرب على غزة هذا الحقيقة هناك يبدو ضغوط إقلامية قبل أيام سمعنا ناتونيا هو يطالب العرب مساعدته وفي إخماد دور الإخوة مشمين في نصرة القضية الفلسطينية مصادر أردنية رسمية قالت إن اعتقال بن رشيد جاء بتهمة تعكير صف العلاقات مع دولة شقيقة وذلك على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهها لدولة الإمارات أنا أعتقد أن حالة من الاستفزاز بلغت الذروة عندما خالف السيد زكي بن رشيد وقد خالف القانون في السابق قانون المطبوعات والنشر الذي يحضر الإساءة للغير بأي شكل من الأشكال يعني لا يجوز أن يحدث ذلك أما من ناحية الذريعة يعني أي ذريعة يتحدثون عنها إذا كانت الدولة الأردنية تبحث عن ذرائع فهي موجودة وقد كانت موجودة في السابق ولا أعتقد أن هذا الظرف مناسب لاعتقال زكي بن رشيد على هذا الأساس وتعود القضية إلى مقال قال فيه رشيد إن حكومة الإمارات هي الراعي الأول للإرهاب وتفتقد لشرعية البقاء أو الاستمرار على حد قوله وكانت الإمارات من جانبها قد أتاحت فرصة الاستئناف للجمعيات التي أدرجت على قائمة الإرهاب إن أثبتت تغييرا في نهجها يذكر أن علاقة الإخوان بالحكومة الأردنية تمر بحالة من التوتر بعد أن اعتقلت المخابرات الأردنية مؤخرا عددا من المهندسين المنتمين للجماعة ووجهت لهم تهما بالإرهاب انضم إلينا من عمان سيد سالم الفلايحات المراقب العام السابق لإخوان المسلمين في الأردن أهلا وسهلا بك وهنا في الستوديو سيد صالح القلاب وزير الإعلام الأردنية السابق سيد صالح أهلا وسهلا بحضرتك وسأبدأ منك إذا سمحت لي خلينا في البداية نطرح سؤال مباشر لماذا يضيق صدر الأردن بانتقاد من شخص أو من جهة حتى اعتبارية لقرار أصدرته دولة الدولة التي أصدرته ذاتها قالت يمكن للمعنيين به الطعم عليه أو الاستشكال شوف احنا نتعامل مع قوانين القوانين بتقول أنه في دول ورؤساء دول هذه نص قوانين موجودة أما إذا في السابق ناس غرش عن الأخوان المسلمين السيد سالم الفلاحات أخي وصديقي اللي جالس الآن أمامي أذاقوه الأمرين وأنا متأكد هذه اللغة السوقية لغة زعران هاي اللي حكى فيها ضد دولة لا غير مقبول من واحد نائب المراقب العام الحركة موجودة بالأردن حركة تاريخية أنه يتحدث مع دولة ورئيس دولة بهذه الطريقة لا يجوز هذه ضرب المصالح الأردنية غير متداول وبدي أسأل سؤال لما زمان مرسي الله يسهل عليه في كل الحالات زمان مرسي صار تفجير الأنابيب الغاز اللي تودي للأردن ما تفجرتش أنابيب غاز إسرائيل اللي تودي للأردن مليارين دولار اتكلفنا الأخوان المسلمين ما طلعوا بيان ولا الأخوان المسلمين بل أنا ما بحكي عن السيد سالم الفلاحات لو سمحتي بل اتصلوا بجماعة مرسي وقالوا يمزود الضغط على الأردن لأنه عندنا الطلبات بدنا ننفذها من عند الأردن سيد صالح القلاب خلينا نقف عندنا نقطتين النقطة الأولى أنه الوصف اللي حضرتك أطلقته هذا رأي شخصي فأنا سأتحفظ عليه وسأضعه في إطار الرأي الشخصي وانا بتحفظ عليه النقطة الثانية هي أنه حضرتك تتحدث عن وضعين مختلفين في إطار نظام يحكم دولة آنذاك الذي هو نظام الذي حضرتك استشهدت بالفارق أو بالموازج بين الموقفين هذا أمر وبين جهة تنتقد شكلا من أشكال الحكم والتقدير أو ممارسة أو قرار صدر عن هذه الحكومة هذا أمر آخر يمسوا بإطار من وجهة نظر قائله حرية التعبير في إطار التشديد عليه حكومة الإمارات هي الراعي الأول للإرهاب وتفتقد شرعية البقاء أو الاستبرار وتنصب نفسها وصيا ثم يقول حيث تقوم القيادة المتنفذة بالإمارات بدور الشرط الأمريكي في المنطقة وتقوم بأقدر الأدوار الوظيفية خدمة للمشروع الصهيوني الماسوني وتقف خلف كل أعمال التخريب والتدمير لمشروع الأمة وتآمر على قضايا الأمة وضد حركات التحر الوطني وتدعم الإنقلابات المقصود السيسي وأنت قرأتي أنا بدي أسمعه بدي أسمعه لأخي سالم اللي جزء ما سمعه واللي أعتقد لا يوافق على هذا الكلام سيد سالم الفلاحات هل الفكرة من وجهة نظر الإخوان المسلمين في الأردن هي في إطار التضييق على شخص سواء ممثلة لنفسه أو لجماعة الإخوان ولا الفكرة هي لأن قرأت أكثر من تعليق وأكثر من تعقيب من الداخل من طرف الإخوان المسلمين أن هذه هجمة من الحكومة الأردنية على الإخوان المسلمين في الأردن شكرا أحييك وأحيي صديقي الذي أختلف معه الأستاذ صالح القلاب وأعتقد أن عنده مساحة كافية للحوار وللسماع الرأي الآخر ابتداء هذا الموضوع لا يمكن فصله عن أسبابه وثم قراءته من خلال ذلك ابتداء كل شخص يصرح كل شخص يكتب كل شخص يناقش يحاضر يأخذ من كلامه ويترك وعندنا في شريعتنا الإسلامية المعصوم بجانب الوحي هو النبي على الصلاة والسلام بعد ذلك فكل كاتب وكل قارئ وكل منظر وكل متحدث يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب حتى لساء صالح القلاب ولساء سالم الفلحات وغيرهما أنا بس أذكر أخي صالح القلاب لا شك أن مصلحة الأردن هي فوق كل اعتبار دعنا نتفق على هذه الحالة لكن الأردن هو بالأردنيين الأردن هو بالمواطنين الذي تصريح تغريدة الأستاذ زكي بن رشيد أختلف مع جزء منها لكنها عندما تكون ردة فعل وتكون على حركة إسلامية مشهود لها بالاعتدال من القاصي والداني ولم يسجل عليها في تاريخها أنها قامت بأي عمل إرهابي لا في الأردن ولا في غير الأردن ثم تتهم بهذه التهمة الكبيرة كالشريف والعفيف الذي يعتقد أنه على درجة عالية من الأخلاق ثم يتهم باتهامات عميقة جدا من حقه أن يتألم نسيت يا أخي أستاذ صالح أن للأسف هذه الإمارات الدولة العزيزة الدولة العربية الجارة والصديقة والتي كانت في السابق فتحت ذراعيها لكل المظلومين واستوعبت الكثيرين وكان فيها حكيم العرب كان يسمى الشيخ زايد حكيم العرب أن تطرد الأردنيين في هذا الظرف الاقتصادي القاسي على الأردن بحيث يصبحون عبعا جديدا على الدولة الأردنية وأعتقد أن هذا من حق الناس أن يتظلموا أنتظلم فيمكن أن نختلف عليها خلينا نقف عند نقطتين برضو حضرتك ترحتهما النقطة الأولى أن هناك ضرف إقليمي هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إجراءات ضد جماعة الإخوان سواء كجماعة أو كتنظيم أو كأفراد والإمارات ليست الأولى في ذلك وذلك يأتي في إطار اختلاف خليجي خليجي مصري أردني أحيانا خلينا نقول عشان نكون صراحاء وبالتالي هناك ضرف أيضا ينبغي على المنتقد أن ينظر إليه من وجهة نظر الذي اتخذ الإجراء المضاد من الأردن ضد الشخص الذي قام بالتغريدة الأمر الآخر الذي حضرتك برضو طرحته إذا كان هناك اعتراض من قيادات مثل حضرتك سواء في الجماعة أو من خارجها هذا يعني أن هناك أمر ينبغي النظر إليه بعين منطلق سيادة الدولة وهذا ما يراه الأردن حقا له في رد فعلي تفضلي نعم شكرا على كل حال دعيني أخاطب أخي صالح القلاب الذي لا أراه الآن على الشاشة فلا يوجد إجابة لسؤالي ممكن تخطبني أنا لو سمحت ممكن تخطبني أنا أيضا وتجيب على سؤال لا أخطبك أنا أسلم عليه لا تتوهمي ليس بيني وبينه عداء ولا خلاف شديد وأنا اختلفنا في قضية فيمكن أن نتفاهم عليها أقول نعم أنا يؤلمني جدا يعني إن كان من باب بسط السيادة الأردنية على مواطنيها فليس لدي مشكلة لكن المشكلة التي أشرت إليها أنت بإشارة لطيفة وذكية جدا أنا أريد أن أقول لأخي صالح القلاب دعنا نتعاهد كمواطنين مع دولتنا الأردنية أن نشتري لتر البنزين الأردني بدينارين على أن نحافظ على كرامتنا وأنا أوجه رسالة إلى أصدقائنا العرب في المنطقة المحيطة في هذا الوضع الإقليمي المرتبك كما أشرته أن لا يضغطوا على الأردن بسبب وضعه الاقتصادي بحيث يصل الضغط إلى كرامة وحريات المواطنين فقط من هنا أختلف ويمكن للأردن أن تستدعي زكي بن رشيد وسالم الفلاحات وصالح القلاب ولكن بالشكل غير هذا الشكل وبمضمون آخر إذا اختلف شخصان فليس الرد الأول هو استخدام المسدس وإطلاق الرصاص على المعارض أنا أريد أن أقف عند مصلحة الأردن في هذه المرحلة سيد فلاحات بس كي لا يدركنا الوقت في الواقع سيد صالح القلاب الأردن كان دائما ذكيا في الموائمة بين الظرف الإقليمي وحتى أحيانا الضغوط الإقليمية من الأجنيحة الحليفة وبين الظرف الداخلي الأردني الدقيق لأن الجماعات الإسلامية في الأردن والإخوان المسلمين والتيارات حتى المتشددة الإسلامية لها وضعية خاصة لها قوة لها كيان وبالتالي هناك من يرى أن هذه المرة جانبه الصواب النظام الأردني أو الحكومة الأردنية أو السلطات أو أي أن كان من اتخذ هذا الإجراء لأنه وضع مصلحة الأردن الداخلية في ميزان بينها وبين الضغوط الإقليمية شوفي لو سمحتي لي أنا سعيد بكلام أخي كنت أتمنى يكون زكي بن رشيد هو الأمامي أو همام سعيد ما هو ولذلك أنا أقول شيء الأردن لو رضخ للضغوط كان الأخوان المسلمين بالأردن معتبرين الآن حركة رهابية مزبوط أخي سالم صحيح لو معناته لا نحكي عن الضغوطات نهائيا ما في ضغوطات لا نحكي عنها إطلاق اثنين المشكلة ليست أردنية بالأساس المشكلة بالإمارات الإمارات تدعم السيسي الجنرال عبدالفتاح السيسي الرئيس المصري الشرعي الدولة الأردنية تعترف فيه والملك عبدالله أول من وصل إليه وبارك له هذا جاء بإرادة 30 مليون مصري اللي أريد أن أقوله لو سبحت إليه كمرسي تماما كمرسي تماما الآن الأخوان المسلمين المشكلة معهم لا يرتبطوا بوطن ولا بأمة يرتبطوا بالتنظيم الدولي للأخوان المسلمين طيب ليش لما طردت لو طردت الإمارات واعتبرت الإخوان المسلمين مهم المصريين مش الأردنيين الإخوان المسلمين الإماراتيين اعتبرتهم أنه قوة قوة إرهابية سيد سالم بس كنت ندير هذا الحوار بشكل معتدل إحنا أنا إذا بدنا أحكي عن الإماراتيين اليوم الهتفات اللي بشوارع القاهرة مع داعش اليوم الإخوان المسلمين مع داعش الإخوان المسلمين وأنا كبستك محمد مثل ما يقولوا أهلي وأهلك إنه إنه الإخوان المسلمين رفضوا يستنكروا مجازر ومذابح داعش ولا لا بعدهم يعتبروا بعدهم يعتبروا بلاد قائد الأمة العظيمة ولا لا يا أخي أنت لو أحاولني حمام سعيد كان أنا عرفت تحكيلين بس أنا أعرف أن هذا مش رأيك طيب خلينا بس في إطار السياق العام لهذا الحوار الآن نتحدث عن حضرتك تستبعد تماما أي ضغوط مورسة على الأردن أو تمارس على الأردن في هذا الاتجاه وإلى لكانت جماعة الإخوان في الأردن أعلن الجماعة إرهابية بما أن الأردن يسير فيه سياق ما يسمى بالمحور العربي السني المعتادل الآن خلاص فهذه النقطة وضعناها على الجانب بس هذه الممارسة قد تضع الأردن في مواجهة تيار الإخوان المسلمين فيها الذي عاش في حالة من الوئام مع حكومته وبالتالي هل هذه المغامرة محسوبة؟ هذا هو سؤالي الأبسط شوفي خلعكينك في ناس طيبين كثير مثل هذا الشخص الذي أمامي هذا بالإخوان المسلمين وهم في ناس كثيرين في مجموعة بالإخوان المسلمين مجموعة ليس لها علاقة بالوطن الأردني هذول الناس مثل هذه الأخواء اللي أمامي هذول ثم الأردن مش تضعي قاصر يعني الإخوان المسلمين مخالفين أنه هم أخذوا الترخيص بالخمسينات أنهم فرع من إخوان مصر وسكتنا عليه فيه هناك قانون عننا يمنع أنه واحد يكون عضو بحزبين أخي سالم عضو بجبهة العمل الإسلامي وبنفس الوقت عضو بالأخوان المسلمين والأردن سكت وأيضا الأخوان المسلمين راح يعزوا بالزرقاوي والأردن سكت صحيح تقلهم بس ما عمل إجراء ضد الجماعة ولا ضد الحزب أبدا أشايف الأخوان المسلمين للآن مع داعش للآن مع داعش ضد الأمة وكل توجهها هذه النقطة التي واضح أن الأستاذ سالم يريد أن يعلق عليها أستاذ سالم تفضل أشكرك جدا وهناك عشرات القضايا طرحها الأستاذ صالح وربما ليس لها علاقة بالموجود هو الآن يبحث عن الحديث أستاذ صالح إن حييتني إن حييتني وشتمت الإخوان فأنت مخطئ إذا ظننت أنك تحييني أقول لك عندك معلومات عندك مغلطات شديدة جدا يا سيد صالح بالرغم من اطلاعك الثقافي أرجو أن تفسح المجال لمطالعتك الثقافية أن تكون حرة يا أستاذ الغاز قطع في مصر الغاز المصري قطع عن العدو الصهويني وقطع عن الأردن ولما عرض بعض الإخوان في الأردن القيام بدور وساطة لأن الأردن هو بلدنا والغاز يغذي بيوتنا وليس هناك إمكانية للفصل بين إسلامي وغير إسلامي ثارت الدنيا على فعل لم يقم به هذه معلومات ألم ينقطع الغاز عن دولة العدو الصهويني كم يجبت بهذه المعلومات أنا طبعا حضرتك لك الحق في الرد أنا هذه النقطة التي أريد من حضرتك أن لو سمحت أعلق عليها تفضل هل الإخوان اثبت لي سطرا واحدا أن الإخوان ليسوا مستهدفين حتى من داعش نفسها لكن هل يكون الإخوان المسلمون أداة بيد الإدارة الأمريكية والمشروع الصهيوني من أجل تقسيم المجتمع الأردني والمجتمع العربي تلبية المشروع الأمريكي الخارجي هل تعتبر جماعة الإخوان المسلمين هذا الموقف من داعش أو من تنظيم الدول بس هل هذا الإجراء الأخير من جانب الحكومة الأردنية تعتبره جماعة الإخوان المسلمين الأردنية تصعيد ضدها ولا تصعيد ضد شخص بما أن حضرتك حتى أنت نفسك لديك انتقادات على بعض ما جاء في هذه التغريدة أو في الموقف من هذا الشخص بشكل عام لا لا أنا أأكد أن الذي جرى لا شك أقول أخي صالح أن لا يستطيع أحد أن ينكر أن على الأردن ضغوط كثيرة مورست على الأردن وعلى غير الأردن وعلى قطر وعلى بلاد كثيرة لكن الأردن لم يستجب وأتمنى أن لا يستجيب الإخوان المسلمون جزء من الحركة الوطنية الأردنية وليسهم وحدهم المشروع الذي يرفعه الإخوان يرفعه بقية الشعب الأردني ولذلك تميزنا يا أستاذ صالح بالأردن على إصلاح النظام الآن هنا في الأردن يا أختي قانون منع الإرهاب قانون مطاط يمكن أن يجعل أمثال الآن الذي مدحني الأستاذ صالح القلاب عرضة للاعتقال وبالطريقة البوليسية التي تمت بالأمس الذي جرى ليس توتيرا للعلاقة مع الإخوان المسلمين أرجو أن يحصر هذا الموضوع بأنه خطأ إذا وقع خطأ من شخص فقد وقع خطأ أمني باعتقال الأستاذ زكري بن أرشيد بطريقة بوليسية كان يمكن من خلال هذا من خلال الحجم الذي ينتبه إليه أن يراجع أي محكمة أعتقد أنني الحمد لله طيب فضل سيد صالح بس في عجالة إذا سمحتني يعني موضوع داعش والأمريكان يا حبيبي والله ما ظل واحد منكم مراحة واشنطن وحجيت عليها الفرد طيب أنا لا أريد أن أكرر يا سيد صالح طيب أنا كنت لسا أقول ما هي جوازاتكو عندنا كنت لسا أقول ما هي جوازاتكو عندنا يا سيدة لو سنحت الحمد لله أنا حصلت على حصلت على حصلت على جل ما أردتك تحصول عليه تحترم عقل المشاهدين طيب بس إذا سمحتم وتحترم ثقافة الناس الحمد لله حصلت أنا على ما أردت أن أحصل علي على أي حال وخرجنا بصداقة الطرفي في الستوديو كان من ضمن إلينا سيد صالح القلاب وزير الإعلام الأردني السابق شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا وأيضا شكرا جزيلا للسيد سالم الفلاحات المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في الأردن فلاحات شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا لهذا اليوم شكرا على التصريح شكرا لك شكرا لأخي سالم شكرا الرئيس الأمريكي باراك أوباما كشف عن خطة تهدف إلى تخفيف القيود عن المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد يؤمل أن ترفع عنهم خطر الإبعاد من المتوقع يستفيد من هذه الخطة حوالي خمسة ملايين شخص ممن لم يحصلوا على وثائق قانونية حتى الآن ولكن وفق شروط ومعايير محددة السؤال إذن ما مستقبل بقية المهاجرين غير القانونيين الآخرين الذين لا تنطبق عليهم شروط خطة أوباما تبدو يسينيا التي ولدت في المكسيك وابنها ديفيد البالغ خمسة عوام مثل أي أم في أحد ملاعب الأطفال في أمريكا لكن يسينيا تعيش في قلق منذ وصولها إلى أمريكا قبل أحد عشر عاما إذ أنها تقيم في البلاد بصورة غير قانونية في حين أن ديفيد أمريكي الجنسية بحكم مولده هنا فيما حصل والده على إقامة على أساس أنه جاء إلى أمريكا قبل أن يبلغ السادسة عشر من عمره وتحلم يسينيا أن لا تضطر إلى الهبوط من عربة الحلم الأمريكي يسينيا تأمل بأن يؤدي القرار الذي من المقرر أن يوقعه الرئيس أوباما إلى رفع خطر الإبعاد عنها كي لا يتفرق شمل العائلة الصغيرة وتضطر للعودة إلى موطنها الأصلي التصر على أن يبقى ديفيد هنا في أمريكا حيث تحلم بمستقبل أفضل له من حياة أقرانه في المكسيك سيكون الأمر أشبه بواحد من أكبر أحلامي التي تتحقق لأنني إن حصلت على إذن بالعمل فإن وضعي برمته سيتغير وفي هذا المركز المتواضى في مدينة بالتمور في ولاية ميريلاند رسم الأطفال جدارية تعبر عن مأساة ألاف العائلات المهددة بالإبعاد بسبب عدم تسوية وضعها القانوني فاولا جاءت إلى أمريكا قبل ربع قرن ومعها صغيران لم يسوى وضعهما القانوني حتى الآن كما أنها ولدت طفلين آخرين هنا حصلوا على الجنسية الأمريكية ولم تتمالك نفسها من البكاء عند الحديث عن الفرق الكبير بين مستوى معيشة أطفالها يبلغ ولدي الأكبر خمسة وعشرين عاما وليس بحوزته أوراق رسمية لذا فهو يضطر للعمل بشكل يومي لقاء أجر قليل كما أنه يجد صعوبة كبيرة في العثور على العمل الهجرة غير الشرعية والإقامة غير قانونية مشكلة كبيرة في أمريكا حيث تقدر الإحصائيات عدد المقيمين في الولايات المتحدة بحوالي 12 مليون شخص في حين أن سلطات الهجرة تعتقل المئات يوميا ممن يحاولون التسلل عبر الحدود الطويلة مع المكسيك ومن ضمنهم عدد كبير يأتون من دول في أمريكا الوسطى واللاتينية على أمل الوصول إلى الجنة الموؤودة الرئيس أوباما ظهر في شريط قصير وزعه البيت الأبيض ليعلن بنفسه عن نيته حل هذه المشكلة التي تعهد بمعالجتها أثناء الحملة الانتخابية إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة منذ أكثر من خمس سنوات أو إذا كان أولادك مقيمون هنا أو يحملون الجنسية الأمريكية يمكنك أن تتسجل وتخضع لفحص جنائي وأن تدفع ضرائب ثم تطلب الإقامة المؤقتة هنا من دون الخوف من ترهيبك ومن المتوقع أن يكون المهاجرون من أصول لاتينية أو إسبانية كما يطلق عليهم هنا من أكبر المستفيدين من رفع خطر الإبعاد عن ملايين المقيمين بصورة غير قانونية يعتبر هذا المركز مكانا آمنا للكثير من المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية وهو يعتمد كليا على المتطوعين ولا يحصل على أي إعانات حكومية ومن المتوقع أن يحضر الكثير من العاملين والمستفيدين من خدمات هذه المركز إلى هنا عند أعلان الرئيس أوباما عن مبادرته الجديدة السامة كرماوي بي بي سي من ولاية ميرلاند الأمريكية من واشنطن ينضم إلينا الدكتور مجدي خليل مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات دكتور أهلا سهلا بك هذا الظرف الذي يأتي فيه هذا الإجراء هو ظرف دقيق الأجنحة اليمينية في كل الحكومات الغربية تقريبا وحتى في الولايات المتحدة تقف ضد التسهيلات الشديدة على هذا النحو للمهاجرين في أي ظرف يأتي هذا التسهيل الأمريكي الأوبامي إذا صح الطعب يأتي هذا الظرف في وقت يسيطر الجمهوريين على مجلس النواة ومجلس الشيوخ بعد الانتخابات الأخيرة والانتخابات الرئاسية يمهد لها ومن ثم هو إجراء يعني ظاهره الرحمة ولكن باطنه السياسة فهو يريد إضافة عدة ملايين إلى الخارطة الانتخابية أو تشجيع الأقليات لكي تنتخبوا بعد ذلك أي الديمقراطيين هي في فلسفتين فلسفة أن الديمقراطيين معتمدين على المهاجرين وعلى الأقليات والتنوع والجمهوريين معتمدين على الواسب اللي هم الأمريكان الكونزرفتفز والبيض والأدام في أمريكا يعني كل واحد عنده فلسفة من أجل النمو السياسي للحزب بتاعه وليس من أجل مصالح الأفراد المهاجرة وبالتالي هذا الإجراء متوقعا من أوباما ولكن طبعا سيكون عليه هو يعتقد أنه في إطار الصلاحيات الممنوحة له وهو قال ذلك أن وزير العدل ووزير الأمن الداخلي تشاور في حدوث صلاحيات الرئيس وأصدر ذلك بناء على صلاحات الرئيس بعد أن فشل مجلس النواب تمرير القانون الذي مر في مجلس الشيوخ بس يا دكتور الجمهوريون لم يسمحوا بهذه المناورة التي استهدفت في الفترة الثانية أو قبل انتخابات الفترة الثانية لأوباما ذوي الأصول اللاتينية الهسبانيك كما يعرفون في الولايات المتحدة فلماذا ستسمح بها الآن وهو على مشارف مغادرة البيت الأبيض وليس من مصعة الجمهوريين طبعا أن يكون الرئيس القادم أصلا من الديمقراطيين طبعا نحن ننتظر رد فعل الجمهوريين لأن طبعا قوانين الهجرة في أمريكا تحتاج إلى إصلاح جزري خارج اللعبة السياسية وخارج اللعبة الحزبية ولكن إذا استمر هذا النقاش الحزبي عن الفوائد السياسية والمردودات السياسية لكل إجراء فلن لن ننصلح حال القوانين الهجرة وهي شيء معقد جدا لو الرئيس أوباما كان جاد فعلا كان قال أننا سنمنع منح من يولد في الولايات المتحدة الأمريكية الجنسية الأمريكية تزامنا مع هذه القرارات والتي أدت إلى تشوه الأسر أطفال يحصلون على الجنسية الأمريكية وكبار لا يحصلون عليها وبالتالي كان سد المنافذ على عملية هذا الانقسام الأسر الذي يتحدث عنه ولكن بهذا الشكل هو إجراء ناقص وهو إجراء سياسي أكثر منه إجراء حقوق المستفيدون من ذلك صح يقارب الخمسة ملايين إذا ما تم تمرير هذا المشروع بس كمان هناك المهاجرين غير الشرعيين وهم ملايين آخرين ماذا سيكون مصيرهم في إطار تطبيق هذا المشروع سينتظرون إلى أن يكون هناك مشروع آخر ما فيش متردة بالشكل الناس متصورا في الولايات المتحدة لكي مش بيقبضوا على الناس في الشوارع ويرحلوهم إلا إذا حدثت شكوى عن شخص معدد كل من يرحلون هم الذين على الحدود اللي هم المهاجرون غير الشرعيون الجدد اللي هم هم داخلين لكن اللي بيدخل الولايات المتحدة الأمريكية لا يتعرض للترحيل إلا إذا قبض عليه في جريمة أو بلغ عنه وبالتالي سيظل مصيرهم معلقا إلى أن السياسة تأخذ مجراها في بين الحزبين حتى لكن هناك مشكلة ما ينفعش بالولايات المتحدة الأمريكية هي ملجأ لكل المهاجرين غير الشرعيون بالملايين من أمريكا الوسطى ستتحول الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل إلى دولة من دول العالم الثالث لو لم يكن هناك ضبطا لهذا الموضوع بما يتعلق بالأجندة القومية وليست الأجندة الحزبية شكرا جزيلا لضيفي الدكتور مجدي خليل مدير منتدى الشرق الأوسط للخريات منضمن إلينا من واشطن شكرا جزيلا لك دكتور شكرا العالم هذا المساء انتهى عند هذا الحد غدا زميل جديد السادسة بتوقيت جرانيتش موعدنا كل يوم إلى النقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة